اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس نواب رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اعمال القمة الثالثة عشرة للنساء رئيسات البرلمانات التي تعقد اعمالها في فيينا اكدت ان المرأة البحرينية قد سجلت موقفا رائدا عبر الاستجابة السريعة والفاعلة في كافة مواقع العمل للتصدي لجائحة كورونا واسهمت في تشكيل وتطوير نموذج بحريني متقدم يعبر عن الدور الاستثنائية الذي تلعبه في التنمية الوطنية عبر حضورها الواسع والنوعي ضمن الصفوف الامامية لمواجهة الفيروس بنسبة 75% من مجمل العاملين في الفريق الوطني لمكافحة الوباء جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب أمام رئيسات البرلمانات المشاركات كمتحدث رئيسي والرئيسة العربية الوحيدة المشاركة في قمة الرئيسات حيث ركزت خلال جلسة نقاش ضمن أعمال القمة على تقييم دور وأداء النساء في جميع مناح الحياة خلال الجائحة حيث عرضت معاليها إسهامات المرأة البحرينية في التصدي لجائحة كورونا وأشارت معاليها إلى ما قدمته المرأة في العالم من مشهد عطاء غير مسبوق يشير لعظمة الدور الذي تقوم به من أجل البشرية وتقدمها وللمجتمعات وتحصينها من المخاطر والتحديات ترجمة نانسي قنقر